ايوان الحر العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم و حلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة قبل ما اتكلم في اي حاجة عايز اسألك سؤال ماذا لو ماذا لو ان واحد اخد منك ارشين يحطهم عندك كده قالك حطيني الارشين دول عندك ولو سمحت والنبي هبقى احتاجهم منك بعد شهرين ثلاثة فانت اخدت الارشين وضربتهم في جيبك وبعد انروح تقيله بعد ما دخلوا في جيبك ايه رأيك ابيعلك بيهم حاجة هتقول له ايه انت سايب الارشين عنده امانة فرح هو بعد ما دخلهم في جيبه وقالك ايه رأيك اعمللك بيهم حاجة في الحالات دي قدامك حاجتين اما انك توافق وتشتري منه اي حاجة لبان لب اي حاجة او انك ايه تقول له هات لا هات الفلوس انا مش عايز اي حاجة هات الفلوس هنا بقى نبدأ الحلقة خلصت ألعيب او ملعيب شيحة او قربت تقلص ويوم ورا يوم بيتأكد المصريين اكتر ان السيسي يدخل البلد في ورطة حقية وانه زن الاعلام وسحر الوعود مش هيبقى كافي مهما فضل يكرر دعاية العلاقة الفريدة اللي بينه وبين ربه واللي ما تفهمش اعلقتها بالاضارة الخطأ وعدم الاخذ بالاسباب خانشوف الفيديو ده السيسي وبيقول انا مش الان من بكرة عشان علاقتي بربنا واحنا شرفة قوي امنا قوي يا ترى بقى الفيديو فيه كده شوف الفيديو ده طيب بتقول ايه طب بكرة الدولية تبقى عملا زي بشي ده سؤال مهم انا حدلوه سؤال مش اجابة بسي وليه اجابة بعلاقتي مع ربنا بسي ده انا مش هلقان ابدا مش ايه ابدا ليه وهم اطلع عنه ان لو احنا مخلصين و احنا عملا و احنا شرفة نتحس لو مش كده